بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله اليوم ان شاء الله هشرح اخير محاضرة فيزيال هاي السنة ان شاء الله هشرح بها بقية المسائل الامثلة المتعقبية الملزمة الاولى وهشرح ان شاء الله كذلك الفقرات اللي مثلا اشرح عليها الدكتور وعليها سؤال يعني اللي يحتاج لشرح اكو مثلا اشياء تعاريف يعني بتأشيرات بسيطة فهذه يعني حاول انه هي عليكم يعني ما بيشي ينشرح يعني لدى الشرحة لازم اشرح الفقرات اللي قبلة واللي بعدة ويعني فقط ادوغكم بيها فانت محفظوا مثل ما هي بينما الفقرات اللي يحتاجة اشرح باننا سبحانه وتعالى اشرحها بهاي الملزمة اه بنحنا بالنسبة هوني بهاي صحة كنتبنات سؤال what is the relation between electronic heart pace and RC circuit اوكي اشنية العلاقة بين electronic heart pace الهارد pace اسنة وفشنة هو and RC circuit RC circuit معنى تدارك اهرباء يحتوي على مقاومة متاسعة طبعا نحن مطالبين بالرسم ما لا فاني مثلا نحن عادة نرسم بطارية اوكي نربط معها مقاومة R ومع المقاومة ربط ايضا كذلك متاسعة اوكي وعدنا كذلك عدنا دائرة اخرى اللي هي الار وعدنا كذلك مسباح كما اعطانا هو اوكي او gas filled tube نفس الشيء اوكي زين فهذه هي نحن عدنا الرسم نحن هذا مطالبين اوكي بالصفحة السابقة هو كامل بذار الرسم فعموان هو الرسم الارسي سيركيتي ايها الارسي سيركيتي هذي بالضبط هي فقط مصدر للتيار الكهربائي وعدنا R اللي هي مقاومة وعدنا C اللي هي متاسعة زين يقول ايش هو ممكن نحن نستخدمها او يعني ايش علاقتها بالاليلكترونيك هارت بيسميكر زين عدنا ان انترستينج ميديكال يوز منواني بدأ التأشير هذي ان انترستينج ميديكال يوز ان ارسي سيركيت يقول ممكن نحن نستخدم الهارت بيسميكر اللي هي يحتوي على اللي هي فتقطع كهربائيا نعي نضاعب قلب المريض على مود يعني اذا كان متوقف القلب مالته ممكن ان يرجع يتحفز مرتل اوكي عن طريق انو نسلط علي نضب نضبكه ارباية طبعا حتى انا هنا اعرف اش يعني اشنو هو العمل الهارت بيس اه القلب هو عندو فت خلايا متخصصة بالعضلة مالتش طبعا نحن حتى نتفق علي انو العضلات كل عضلات الجسم حتى تتقلص لازم اكو فت نيرف امبولس او الكترونيك امبولس اوكي منتا ايعاز عصبي اوكي او يعاز الكتروني يعني امود حتى نخلي هاي العضلات تتقلص وكذلك هو القلب اشنو هو بينو عضلة فهذه العضلة حتى تتقلص لازم اكو فت يعاز يخليها تتقلص فهذا اللي يعاز يجي من خلايا متخصصة بداخل القلب هي سموها الهارت بيس او سيلز اوكي هاي الهارت بيس سيلز نطينا اعازات لي يعني بريت معين اه ب خلال وقت معين اه وبشكل متكرر اعلمود حتى تخلينا القلب ينبض اوكي فهوني مرات هذه الخلايا تتوقف او مثلا مرات تسيبها عطب او مثلا ما يتوصل الى الخلية الى الخلايا العضلية فبالتالي يعني القلب ما اكو فتشي حفزه انه عضلة القلب ما اكو شي حفزه وتتقلص فيقف القلب اوكي فنحنا ممكن انه نعوض عن هاي الخلايا انه نخلي جهاز الكتروني هو ينطي النبضة الكهربائية اللي العضلة فيخليها تتقلص فنرجع نعيد The interesting medical use of an RC circuit is the electronic heart pacemaker which can make a stopped heart start beating again انه قلب متوقف ما اكو فتشي حفزه ممكن انه نحفزه الكترونيين عن طريقة الجهاز by applying an elicatric stimulus through elicatrods attached to the chest ايضا ممكن انه ايضا مثل جهاز الانعاش اللي موجود بالمستشفيات The heart itself contains a pacemaker The stimulus can be repeated at the normal heart beat rate if necessary يعني ممكن انه مثلا اذا توقف قلبه بصورة مفاجئة ممكن انه مثلا نحنا نحفزه بهذا الجهاز يرجع يعيش مرت اللخ يعني ويرجع ال heart based cells ترجع تشتغل مرت اللخ بينما اذا مفيحات انه هاي الخلايا بعد ابد ما تشتغل فممكن نحن نعوضه عن طريق الجهاز اوكي فلاحظ ان هو هوني هذا الجهاز مبين هو هوني attached اوكي واضحة هوني واضحة هوني زين The heart itself contains The heart itself contains Peace makers cells which send out tiny elicatric pulses at rate of 60-80 per minute ايضا نحن عندنا معدد دقات القلب 60-80 كل دقة اكوفد يعني pulse يحفزه هاذ البولس من جاي جاي من خلايا ال heart pacemaker اوكي زين This signals induce the start of each heart beat In some forms of heart disease the natural pacemakers feels to function properly ما نحن انه تفشل بعمله فالشن and the heart lose its beats اذا هوني عندنا هذا القلب من ال pacemaker ما يشتغلون هاي يخصى الاش الدق يعني ما هي تقلص يعني يتقلص فبالتالي يخصى النبضة ما له فهو نحن ممكن نعوضة مثل ما نعوضة عن طريق هذا الجهاز زين delicate roads are implanted in near the heart يعني بمنطقة قريبة من القلب او عنوضة نحن نحن نحفز القلب فلازم نخليها عنوضة ينتقل الكهربائي تنتقل الى القلب و الى تقلص والشحن والشحن و منحن الارتسور هوني عندنا نفسه هو الارتسور هو نفسه هذا الهارتسور سيحتوي على كافاسيتر و كذلك الارتسور and then discharge فنحن عندنا هي عملية شحن وتفريون متاسعة نحن نشحن متاسع عن طريق البطاية نشحنها الى فد مستوى معين ترجع هاي الشحنات تتفرر يعني الى القلب عنها متحد تتحفزنا الهارتبيت ترجع ايضا هاي ترجع مرت اللقاء عملية متعاقبة انو ترجع ايضا تنشحن متاسعة ترجع تفرر ويسعدنا هارتبيت ترجع تنشحن متاسعة ترجع تفرر ويسعدنا هارتبيت وهكذا then to start charging again again the pulsing rate depends on the values of R and C معناة اشقد ممكن نحن نتحكم بال pulse rate اشقد نحن نغيده 60 نبضة او مثلا 80 فنحن نتحكم عن طريق التحكم بقيم C و R في ال RC circuit ايضا كتبنا سؤال به المنطقة هاي يقول how current above 10 mA causes a death طبعا هاني most people most people can feel a current about 1 mA current over a few mA cause pain but rarely cause much damage in a healthy person ممكن نحن نشعر بي الواحد mA ممكن نحن نشعر بينه يعني 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 حسسنا بالألم بط ما هي عملنا damage ما هي اذينا okay currents above 10 mA cause severe contraction of the muscles هون عندنا هذا الجواب السؤال اذا نحن كان عندنا التيارات اللي فوق 10 mA ممكن تسبب نحن قلنا العضلات كل عضلات الجسم تحتاج يعني حتى تتقلص اكوفد يعني نبضة عصبية أو بالأحراهية النبضة العصبية هي نفسها بالأصل نبضة كهربائية فنبضة كهربائية تخليه تتقلص فاذا ممكن انه مني تكهرب الانسان هاي الكهرباء هاي قديننا الى انه ايش تقلصنا العضلات okay a severe contraction of the muscles and a person may not be able to release the source of the current say a faulty appliance or wire فاذا ممكن انه مثلا اذا لامس يعني واير مكشوف وتلو لامسه الشخص او مثلا نقطة كهربائية مشعولة او جهاز مشعول وصاع عندنا التماس كهربائي يعني بالكهرب فنو شاء نحن عندنا الشخص مني يتكهرب ما يتقيعوه في مصدر الكهرباء ليش لان عضلته متقلصة ما يتقي تحكم بيها فاذا يتكهرب ما تمام اشو ممكن نحن يساعدنا ال death death from paralysis of the respiratory system can occur هون نحن عندنا ما قلنا انه عضلات الجسم الكلة تتقلص وما تقيعوه في المصدر الثاني شي عدنا هي يساعدنه the paralysis ال die from يعني عملية التنفس هي عملية عضلة ال die from تتقلص وتنبسط فتولد عندنا ضوض سالب وموجب داخل الرئاء فيساعدنا نسحبه ونطلعه فهكذا هي عملية ال respiratory فاذا ال die from ايضا تقلص وظلم تقلص اش معناتها؟ معناتها عدنا ما نطق نتنفس احيط نوقف نفسنا فمن يتوقف نفسنا ممكن يؤدينا الى حالة الموت فواضح المسألة في هاي الحالة artificial respiration هايفا كان sometimes revive a victim ممكن انه بالتنفس الصناعي لانه اصلا توقف نفسه فبالتالي ممكن انه عدنا نرجع نعيش عن طريق انه نعمل تنفس الصناعي revive a victim ممكن انه يحيي الضحية بعد ايضا يعني ذكرنا السؤال if a current above about 80 to 100 mA pass across the torso so that a portion pass through the heart for more than a second or two يعني ممكن يقول اذا هذا كان في حالة انه كان اكثر من 10 mA اذا حالة في اكثر من 80 او الى 100 mA ممكن انه هذه الكمية التيار وممكن انه تعب خيال الجسم الى الترسل يعني من الرجلين تخرج الى يعني يسي توصيل كهربائي خلال الجسم من المصدر الى الارض عن طريق اقدام الشخص فهوني خلال معي التيار عيمشي داخل الجسم اش عيعمل؟ عيأثرنا على الهارت وايضا احنا اتفقنا انه الهارت مني نقلص فهو اكوف ادريت معين يعني خلايا الهارت بيسميكر عتتعملنا فدريت معين عتتولدنا نبضات بريت معين يعني بتردد معين فاذا يجينا مثلا الكهرب وبتردد مختلف يسي عندنا خربطة الخلايا الهارت بيسميكر عتتنطي نبض الشكل وكذلك التيار الكهربائي ينطينا الشكل الثاني فيسي خربطة بالكونتراكشن للقلب فقد انه اصلا يسببنا يعني القلب يعني يقف القلب القلب المريض حسنا كالذلك للدكوات الاثنين سبتلعن التلكمات وظلق ذلك هذه الب Davis عمله كالذي فهوان عندنا فهوان عندنا إذا الصعت عندنا هيا الحالة بوقت طويل ممكن يسبب إنا الموت Strangely enough If the current is much larger on the order of 1 ampere Death by heart failure may be less likely يعني يعني لسواب معين يقول إني أنه ممكن أنه التيارات اللي يعني التيارات اللي أعلى من ampere أو الأمبير راح يكون تأثيرها القلب أقل من التأثير المئة المئة ميلي أمبير أو مثلا 80 ميلي أمبير بس يقول يعني مشمعناتها لا يساعدنا يعني قليل يساعدني نسبة heart failure من هاي 1 ampere ولكن اشنو اش راح يؤدينا But such currents can go serious burns especially if constructed through a small area of the body ولكن هذي ما احتعبه خلال مناطق معينة بها الجسم مثلا مناطق اتصال مثلا قدمين فأني لا يساوي بها يساوي بها توصيل كهرباء من يساوي توصيل كهرباء يساوي شرارة فمن يساوي وكأنما يساوي بها عملية حرق أوكي يعني يشتعل الجسم بسبب هذه ال 1 ampere أوكي فواضح المسألة زين نحن ننتقل على اللي بعد زين هون نحن ايضا كتبنا سؤال أشو تطبيقات الليزر وانه يكون عندنا الليزر are useful surgical tools وانه نحن عندنا الليزر راح يكون عندنا عدات جراحية مفيدة ممكن انه هذا الانتنس بيم نحن طبعا نحن الليزر هو عبارة عن أشعة ضيقة أو شعة صغيرة بها طاقة كلش عالية تأدينا إلى إيش يعني بمعنوية طاقة عالية فقط انه ممكن يعني destroy tissue ممكن double tissue تحرق أوكي localized area بمنطقة نحن 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 نتحكم بها منطقة معينة خلال الجسم نحن نصبط عليها الليزر بهالمنطقة هاي فقط هاي المنطقة تتأثر أوكي localized or to break up gall stones and kidney stones أيضا كذلك ممكن نحن ندمر بها حصول كلا عن طريق هذه عن طريق الليزر because of the heat produce a laser beam can be used to weld broken tissue أيضا كذلك مناطق مثلا بها التشو مثلا يعني مثلا أوعي الدموية مثلا بالرتنا اللي بالشبكية سيهة مثلا مرات تنفصل لأسباب معينة فممكن نحن نرجع نلحمة هالاوية الدموية عن طريق الليزر إنه هي كواكنها هي عملية لحيم أوكي فهون عندنا wield broken tissue تلحم الأنسجة المتحطمة أو المتكسرة such as detached retina مثل يعني detached retina الشبكية المنفصلة أوكي بعد نشق The laser beam can be carried by an optical fiber ممكن إنه نحن حتى مثلا ننقل الليزر إلى منطقة اللي نحن نغيدها بالضبط أوكي ممكن لمنطقة اللي نحن نغيدها بالضبط فممكن نحن نوصل عن طريق الايش optic fiber الالياف البصرية أوكي يعني الالياف البصرية كلش غفية فممكن تدخل مناطق كلش عميقة في الجسم المنطقة اللي نهن نغيدها to the surgical point sometimes as an additional fiber optic path on an endoscope ممكن أيضا كذلك هاي الـ fiber optics نفسها ممكن نحن نستخدم ك fiber optic يعني نحن نوشع من خلال المنطقة داخل الجسم يعني نوشع المنطقة يعني path on endoscope اللي ممكن نحن نوشع بينه داخل الجسم فناخذ صورة في بعض الفايبرات هتخصص بنقل الصورة من داخل الجسم إلى الخارج نوشع بها الحاسبة وثم ثم ممكن نزل يعني إذا كانت المنطقة بالضبط نحددة اللي نحن نغيد نعمل العملي فممكن أيضا كذلك نبعث أشعة ليزر إلى تلك المنطقة فممكن إن نحن نعمل عليها عملي فواضحا المسألة نعلم أي مشكلة نحن ننتقل نحن عندنا السؤال 40 يعني عدد أكفة الشغلات يعني مؤشر يعني هذه واضحة نوع ما كلها عبارة عن سطر أو سطرين أو مثلا خصائص الليزر مثلا هي كتبنا What is the properties of the laser or define laser and name its a property define who light amplification by radiation وكذلك شنو خصائص مثلا very intense light شديد يعني شديد الإضاءة إضاءة كل الشديدة collimated معنات الأشعة معنات متوازية monochromatic معنات أوحادي اللون وعندنا كذلك coherent معنات ستكون عندنا متلاصقة الموجات معنات يعني ما تشتت خلال اتقال في الوسط معين يعني هو أكثر الكلام يعني سهل نوعا يعني كلش سهلة المادة ok زين transition هون نحن عدنا سؤال 40 what is the wavelength of the helium neon laser helium neon laser يقول أشقد الطول الموجي مالته فنحن عدنا أيضا الطول الموجي نحن عدنا E طلع من هاي القانون E يساوي H F هاي مخذية نحن أصلا بالسادس E معنى قوة يعني الإنرجي مثلا أو delta مستويين من ICO مثلا laser وإنها تنتقل الإلكترونات من مستوى الطاقة للمستوى الطاقة لأدنا فالاختلاف المستويين تمثلنا طاقة الفوتون اللي عين بعث فممكن نحن تبردل تأيس عمنا H بتبلانك اللي هو 6.63 10 22 34 34 وعند F frequency فهون يقول بالسؤال ما كان عطانا قيمة 1.96 إليكترون فولت ما فول نحن إيش نحن نحفظ أوكي فيشغل transition from E3 state to E2 state release photons with energy 1.96 إليكترون فولت فولي نحن إيش كن عطانا هون عدنا E يساوي إنا HF هون عدنا F ممكن نحن نعوض F يساوي للمده C عفو C على لمده أوكي فنعوض إليكترون E يساوي إنا HC على لمده أوكي فهون نحول هون هو يريد إليك يريد يقول the wavelength what's the wavelength فممكن نحن نحول ها أوكي فس عندنا لمده يساوي HC على E أوكي إلي عندنا H وال C ثاني مثابتين عندنا H وال C 2 مثابتين وال E هو كنعطان هي بواحد الإليكترون فس ممكن فقط نجد التطبيق مباشر اللمدة طبعا نلاحظ أنه هون كنعوض HC 1.24 10.3 فهذا مين كنجا كنعوض HC كنعوض أول H أول شي هي 6.36 10.3 ولكن كنعوض بوحدة هاي بوحدة الجون ولكن كنعوض بوحدة الالكترون فبالتالي من يكون عوضة بوحدة الالكترون فلازم الجو المقام أيضا يكون بوحدة الالكترون فالتنطيق نحن نختصر وكذلك إذن هو بوحدة أما C فكنعوض هي ماكن نحن عدنا بوحدة المتر على السكن هون كنأخذ بوحدة النانوميتر فبالتالي نحن نطلع هذا الرقم ممكن تحفظونه بشكل مباشر 1.24 في عشرة ثلاثة إليكترون فولت في نانوميتر أشمالات إليكترون فولت في نانوميتر أواشين لازم يكون عندنا المقام بالإليكترون فولت أيضا كذلك وكذلك طول الموجه يطلع عندنا بواحدة النانوميتر قبل المحاول بصورة مباشرة أوكي فهو تطبيق مباشرة ونحن خلينا هذا 1.6 المفروض نحفظه أنه هي الطاقة ما بين المستوى الثالث والثاني لليزر هليوم نيون وكذلك عندنا الـ H-C أيضا هذا تطبيق يعني يمثابتين فطلع قيمة 1 اللهي 1.24 في عشرة ثلاثة وطلع عندنا قيمة طون وجه لليزر هليوم نيون يست 133 نانوميتر فواضح يعني لم أكفة شيء منشكلة أيضا كذلك نحن عندنا هذا المثال قبل ما ناخذ المثال كفة قانون متعلق بالمثال اللي هو R يساوي نصف القطر يساوي 1.2 في عشرة وصناعة 15 متر في أي مرفوع يعني مرفوع للأس 1 على 3 أي يعني تحت الجذر الثالث الجذر التكعيبي أوكي عادل الكتلي أني مثلا عدنا هذا أنصر X أوكي مثلا نحن عدنا 20 40 مثلا فهذا يمثل اللي فوق عادل الكتلي هاي يمثل Z يعني أي أنصر هو عشان يكون X يساوي Z وعدنا A E هنا أوكي العادل الكتلي معنات عادل البروتونات زين عادل النيوترونات بينما عادل Z وعادل مثلا هذا البروتونات أوكي يجينا مثال علينا يقول nuclear size estimate the diameter of the following nuclei هنا عدنا أعطانا ما الهيدروجين لH1 فممكن فقط نطبق هاي يطلع عنا طبعا هنا يقول estimate the diameter ما لا يغيد نصف القطر وإنما يغيد القطر هنا كأن إحنا عدنا نصف القطر بينه وإحنا عدنا هو القطر أو نخلي الاثنين قبل مباشرة في القانون فهون نلاحظ هذا قطر الهيدروجين أشغال 2R 4K هنا بالنسبة لها الهيدروجين فهو أيضا A1 نلاحظ هنا عدنا A1 أوكي فنطبق الواحد هاي يطلع عنا 1.2 في 10 15 متر هذا نصف القطر نطرب ها في 2 يسي يعدنا 2.4 في 10 15 15 متر هذا القطر طبعا 10 15 تمثل 1 Fem2 Fem2 متر أوكي يعني 10 15 اللعظ أن نحوال إلى Fem2 أوكي لأن Fem2 تمثل 10 15 متر زينا أيضا كذلك يطبق الكاليسيوم كلا تطبيق مباشر فقط إن قعد حاسيب يعني جدر تكعيب نزج عما يطلع وتطبيق مباشر القانون The range of the nuclear diameter is only from 2.4 Fem2 to 15 Fem2 because nuclear radia varies أي تحت الجدر التكعيبي the largest nuclear have radius only about 6 times that of the smallest يعني إما أنه نحن عدنا قيم أي منعة تكبر يعني حتى له من تكبر كل شي كبير ولكن إما أنه نحن نأخذ الجدر التكعيبي فالقيمة اللي عدت زاد كل شي قليلي ما تمام فهون يكون حتى إذا كانت النوكليا كل شي كبير فيظل قطرة ضعية حتى لو كان العدد الكتلي ما لكل شي كبير سيظل قطرة يعني مقارنة بالأقطار الأصغر يعني مثلا الهيدروجين أو مثلا الكاليسيوم الكل شي قليلي سيكون نلاحظه قليل يعني ما كثير كبير فthe largest nuclear have radius only 6 times the smallest فلهذا أكبر نوكليوس أكبر نواة يعني يكون حجمه مقثث ست مرات أكبر من أصغر نواة اللي هي نواة الهيدروجين فإيضا واضح المسألة أن أيضا هذا المثال الآخر اللي هو البايندينج انرجي البايندينج انرجي نحن أخذناها الـ الـ ساوينا دلتا M سي تربيع سي تربيع نحن عوضة 931 حسب ما كنا أخذناها بالسادس والدلتا M فهي الفرق ما بين كتلة النواة لوحدها وكتلة النواة مجتمعية يعني هي كنواة واحدة وكذلك مع كتلة الفرق مع كتلة المكونات النواة أوكي فاش يقول لأكزامبل هون عندنا الـ mass compared to its هذه constituents ماذا أوكي compare the mass of 2-4 atom to the total mass of its constituents particles أوكي فينقول أشوان يقول نحن قارن بين كتلة الـ بشكل عام حسب ما نحن نقيسها وكتلة المكونات مالتها مجتمع طبعا نحن كتلة المكونات مجتمع عاملت اجتمع حيصير بها ضيعة بالكتلة هاي الضيعة بالكتلة هي مثلنا الـ يعني مثلنا delta M في C زين هون إذا edge E nucleus contains two protons and two neutrons tables normally give the masses of neutron atoms that is nucleus plus the z electrons since they how mass are measured فهون يقول من الجدول ممكن نطلعون قيم كتلة الـ neutrons يعني قيم كتلة البروتونات فنجمع فهون عنده those mass of H of H rather than rate of proton alone need to look up the mass of the H E atom فهون يقول المهم الحال solution the mass of neutral H from appendix B is 4.002603 the mass of the two neutrons and two atoms which is we have two neutrons and we put it in two protons two protons which is this is we can imagine that this is the same as this is the helium الهيوم مجتمع يعني هي الذرة الهيوم حسما هنا نقيسة بينما إذا جمعنا الكتلة النيوترونات والبروتونات الخاصة يعني اللي عتكون هذه الذرة لاحظة أنه كتلته أكبر من كتلة النواة فبيتاهي الفرق بالكتلة الدلتة M نضربه في C تربيع اللي هو 9 طبعا هوني بهذا المثال ما مذكور يعني ولكن هون 9 و 3 نضرب الفرق فيها دلتة M فيتلاعنا هنا عدنا هو البايندينج فورس مع ذا قوة الربط أيضا يجينا هنا عدنا بصحة 57 من المنزمة يقول هذا السؤال ليش إنه ما ممكن القوة النووية القوية ما تطيق تحافظ على النواة متماسكة يعني هون يعقى يقصد انه مثلا الألفا ديكا ليش عايزين نحن عدنا انحلال ألفا اللي انه عتطلع ذرة هليون من النواة و عتطلق أو مثلا حلال بيتا ليش النواة ما مستقر ليش ما عطيق تحافظ على مكوناتها فاش يقول يقول ألفا ديكا يقول نحن الحلال ألفا يسيغ من يكون عندنا قوة الربط أو قوة النووية الكبرى اللي هي داخل النواة يعني تربط مجاو الأجزاء النواة ما تطيق تسيطر أو ما تطيق تحافظ على نيوكلياية ما تطيق تحافظ على النواة الكبيرة مع بعضا بسبب نحن الحلال عن قوة الربطة فليهذا يعني ليش لان هي القوة الربطة النووية يعني أو قوة النووية تربط تكون قوية هي فريش فريش شورت يعني قوتة فد مرة قصيرة يعني فقط تربط الأجزاء أو النيوكليونات القريبة من عندها تأثر عن النيوكليونات القريبة من عندها بضع الكتريك فورس بضع الكتريك فورس بينما قوة التنافر وقوة الإلكترونية اللي هي ممكن نحن نسمي قوة التنافر لأن النووات هي عبارة عن بروتونات والبروتونات هي موجبة الشحنة فلازم يكون تنافر بين آتم يعني هي من نفس الشحنات ولكن هذا ليش لا تدمر الأنوية لأن هناك قوة نووية تمسكها مع بعضهم إذا كبرت هذه النووات وقلنا القوة النووية هي قصيرة ما تأثر تأثيرا بعيد إذا كبرت هذه النووات فممكن أن البروتونات المتبعدة قوة التنافر بين آتم ما هيغلب على قوة الجدوة النووية فممكن يستعدنا الحلال ألفة يعني أن قوة التنافر ستكون كبيرة حسب قانون قوة التنافر قوة التنافر و بالتالي ما ممكن القوة القوة اللبطة النووية إنه تحافظ على النوات فبالتالي يمكن أن البروتونات تفلت وممكن أن السيادنا تتحرر جزئة ألفة أوكي زين هنا هنا عندنا distinguishing energy معناتها قوة هذي الطاقة الانحلال يعني أعطانا معادلة لها اللي هي يساوي أن كتلة النوات الأم اللي هي قبل ما سيهت تحلل يساوي أن اللي هي كتلة النوات الوليدة ممكن نعتبرها يعني اللي بعد الانحلال النوات بعد الانحلال وعندنا الام ألفة سي تربيع يعني طبعا كلها قانون القوة أوكي فهوني اللي أيضا عندنا الألفة زايدا اللي كيو الكيو معنا تمثلنا distinguishing energy أوكي فالdistinguishing energy ممكننا هنا نتبه راشم قانون كيو وغيدو كيو يساوينا أم بي سي تربيع ناقصا م دي زايدا أم ألفة الكولت سي تربيع أوكي إذا كانت قيمة هذه موجبة فما تحسي عندنا الحلال إذا كانت قيمة هذه سالبة فما يسنحنا عندنا الحلال واضح المسألة زين نرجع ننتقل الموضوع اللي بعده عندنا هذا أيضا الموضوع الشوية طويل اللي هو راديشن دامج أي يحكينا نحن يعني الأشعة تخترق الأجسام وكذلك شو راح تأثر بيها فان يقول وين ويسبيك أوف راديشن هاي كناشرنا عليها وينسبيك أوف راديشن وينكلود ألفا بيتا غاما ديكس رايز كما يخص كما يحكينا نحن وهذه مجموعة الأشعة اللي نحن أخذناها من الألفا ديكي أو البيتا ديكي أبطلا معادلات المطلوبة زين وكما يؤمن بعض الأشعة مثل بيون اللي نحن ما أخذناها لأن الزحاعة يمكنوا أعنى أمات الموضوع من أي مال المياه الذي يتحرك تقنع بما أنه هذول الأشعة يمكن تكون في الطاقة المعينة هاي الطاقة المعينة من عد تخترق مادة حيوية أو داخل الجسم من عد تخترق فهذه الطاقة تتحول إلى الأجزئات والأيونات اللي عدت مر من يما فأش يصير بها؟ تمتلك طاقة فيصير بها ionization يصير بها تتأيّن أنه تمتلك شحنة موجة وتمتلك شحنة سالبة بسبب تأثير هذه الأشعة فبما أنه هذول هي أينون المواد اللي يمرون من خلاله فنحنا سميناهم ionizing radiation and because radiation produced ionization, it can cause considerable damage to materials, particular to biological tissue حتى تنفهم هذي بشكل عام نهنا عدنا الجسم الإنساني تكون مثلا من مركبات أو مثلا من جزئيات هاي لها وظيفة معينة داخل الجسم وهاي الجزئيات لها تركيب معين يعني مستقلة بحالة معينة بتركيب معين يأدي وظيفته بالجسم تجي هاي الأشعة وتمتلك طاقة معينة تجي هاي الأشعة وتدخي إلى داخل الجسم أو هتكسب هذي الجزئيات مثلا طاقة زيدي أو تعمل إن هي تأيّن تعملها مثلا هي كانت متعادلة تعملها سالبة أو موجبة أو مثلا كانت موجبة تعملها سالبة فاشعة تغير تركيبها فمن عي تغير تركيب هذه الجزئيات يعي أثر على الوظيفة اللي تقوم بها الجزئيات داخل الجسم الحي فبالتالي يمكن يأثر علينا اوكي يأدينا إلى بيولوجيكال تيشو داميج انه ضرر يأدينا ضرر إلى الكائن الحياة وضرر المواد اللي عمر من خلاله حسب حسب نعيدة المادة فايضا هون يتكلم السنز السنزة ألفا بيتا رايز اميتد با راديو اكتف سبستانس هفنجي على الوظيفة واحد ميجا ليكترون فولت الواحد الميجا ليكترون فولت مدى عشرة وستة بس هو أشعق يقول ماعني ما بين عشرة وثارباة إلى عشرة السابعة اليكترون فولت بما نحنا عدنا الجزئيات على الوظيفة تن اليكترون فولت بما نحنا عدنا الجزئيات الجزئيات الالفا البيتا بارتكول تقريبا تحتم يعني تمتلك طاقة عشرة وستة او بالاعتبار مليون اليكترون فولت بينما نحنا عدنا الجزئيات بشكل عام يعني تحتاج إلى طاقة مقدارة عشرة اليكترون فولت حتى يسيبيها انه تتأثر اوكي يتغير تركيبة يسيبيها تأيون اوكي فبالتالي نفترض انه الالفا والبيتا بارتكول منع التعب خلال جسم معين او خلال جزئيات معينة حتى تأييننا آلاف الجزئيات خلال مرورة داخل الجسم اوكي فاش يقول ليش لانه هي تمتلك عشرة وستة بينما هي الجزئة الوحدة هي عشرة يعني عشرة اليكترون فولت بس فيعني يسيبيها ثلاثة اوكي ارجائي مكونوا يكمل هذة نوترال بارتكول ايضا ايضا مرات ايضا نحن عندنا الساعة اوفنا الالفا والبيتا هي يعني عندهم شحنات يمتلكون شحنات بس مثلا الاكسراي هي ما يتحتم تنتلك شحنة هي عبارة عن فوتونات مثلا ايضا 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 هناك كان عندنا مثلا شحنة موجبة او شحنة سالبة تيجي تمر من يم مادة معينة هاي الشحنة ملتا الكهرباية ملتا هتأثر على الكهربايات الجزئات اللي عتمون من خلالها اوكي فتعملها تأيوم بينما نحن عندنا هذوي البارتكولز اللي هي من الالفا والاكسرا هي ما عبارة عن جزئات مشحونة هي فقط متعادلة بس ايشية متعادلة عطيق تأثر انه تعملن ايضا يوناز انجرادياشن لين اشتعمل هالي ايكسراي ايكسراي اند غاما راي فوتون كاني يونايز اتونس بي نوكينغ اونت الكترونز هتأدينا الى انه تكسب الكترونط طاقة معينة فخليه تمبعث فمن تمبعث هالكترونط تخرج مني طاقة النواة معنا ان النواة صارت عندنا تأيانت مثلا مثلا إذا كنوكين أوت فقدت إليكترون صارت مثلا النوارات من المتعدلة صارت موجبة ما تمام إليكترون بميز أوف فوتواليكتريك أند كومتين إفكتس أوكي زيان الجا عيضا يكمل رادييشن باسينكترو هوني رادييشن باسينكترو ماتر كان أدو كونسدرابل دامج إذا الأشعة اللي تعبر خلال مواد معينه ممكنه تأدينا إلى كونسدرابل دامج إنه دامج يعني ممكن ملاحظته متيلز and other structures materials become brittle and their strength can be weakened if the radiation is very intense ممكن إنه هاي إذا عبر مثلا مواد حديدية أو مواد معدنية ممكن إنه تصير هشة إذا كان كميته يشعر عمر من خياله كبير أوكي نيوكليار زيان الجا يقول أيضا يكمل هوني The radiation damage produced in biological organisms is due primarily to ionization نحن اتفقنا أنه أكبر دامج اللي سيكون لها الخلايا عن طريق لأنه سيعمل لها تأيونات أوكي Produced in cells, several related processes can occur Ions or reticles are produced that are highly reactive and take part in chemical reaction that interfere with the normal operation of the cell فعدنا هاي الايونات هاي الايونات منع تتأيّن داخل الجسم قلنا كان مثلا تمتلك وظيفة معينة صاد يعني استأيّنت مثلا صاد سالبة وموجة ومتلك الطاقة أعلى فمن تمتلك الطاقة أعلى قد مثلا تدخل بتفاعلات كيميائية ما كان مفروض تدخلها أو يعني ما لها شاء تدخل بها هي تجيش تعمل interference أوكي تداخل إذن produce highly reactive and take إذن هي مذوي المتكونات الأيونات من المتكون نتيجة الأشعة قصيون highly reactive يتفاعلون أوكي and take part in chemical reaction that interfere with the normal operation of the cell وتدخل بتفاعلات تأثر على الطبيعة يعني أو مسار التفاعلات الكيميائية الطبيعية الداخل الخلية أوكي all forms of radiation can ionize atoms by knocking out electrons if these are bonding electrons the molecule can break apart or its structure may be altered so that it does not perform its normal function قد يكون مثلا هذي قلنا نعف انه جميع الشعاعات يؤدينا ايوناس وكذلك هاي الايونازيش ممكن انه يؤدينا الى تكسر يعني تكسر الروابط بين الجزيئات في يؤدينا الى تكسر مثلا مركعة تراكيب معينة داخل أجسامنا فمنت تكسر تروح فاعلته فما حطيك تعمل ممكن تعمل إنه doesn't perform its normal action ما حطيك تعمل الوظيفة مالتها اوكي normal function it or may perform a harmful function أو ممكن انه بالعكس يعني ممكن انه ما اتصيخ يعني كانت تأدينا وظيفة تكسرة الخلايا تكسرت الجزيئات نتيجة هاي الايونازيش ممكن انه تعملنا harmful function يعني تأدي اجسامنا in that in the case of proteins the loss of the one molecule is not serious if there are other copies in the cell and additional copies can made from the gene that codes for it ممكن انه مثلا عند البروتينات إذا صاعدنا الخليل البروتينات معين أو التدمر نتيجة الاشعاعات ما عدنا مشكلة لخليه ممكن انه تعملنا بروتينات أخرى تعوض بمكانه however large doses of radiation may damage so many molecules that new copies cannot be made quickly enough and the cell dies and the cell dies بس في بعض الحالات يكون الدوزز أو جرعات الأشعة اللي عاية اللي عاية يستخدم الجسم كل شيء كبير فيدي إنه البروتينات اللي عاية تدمر بسرعة أكبر مما انه الخليعة تكونها فبالتالي يمكن الخلية تموت يعني البروتينات بشكل كثير يعني البروتينات بالسامل نحن مثلا تؤدي وظيفة معينة فمن ما عاية تؤدي هاي الوظيفة مثلا بالخلية الخلية تموت اوكي damage to the DNA is more serious since a cell may have only one copy اسم بالنسبة هالا بالنسبة لبروتينات ونممكن نعوضها وإذا صافد مرض دوز عالي ما ممكن نعوض أصلا يعني ممكن الخلية تموت بينما عندنا الـ DNA إذا صاب منه فادخل المعين مشكلة لأن عندنا فقط one copy of it لكل خلية فقط نسخة واحدة من الـ DNA لكل خلية each alteration in the DNA can affect a gene and alter the molecular it codes for so that need proteins or other materials may be made at all فبالتالي من دي يتدمر هذا الـ DNA أي أشعرح يأدينا يأدينا أنه هو الـ DNA هو أش مسؤول؟ مسؤول عن يعني تكوين البروتينات مثل ما نحن نعرفين البروتينات إذا أخذناها فالـ DNA من دي يتأثر أو يتدمر قد يأدينا أنه مثلا بعد منطقنا من البروتينات أو مثلا أنه تصي خلية سرطانية الـ DNA يختلف فيصير بها طفرات فهي الطفرات أدنينا لتولد خلايا سرطانية واضح المسألة زين هنا أيضا يعني هذا ما أعرف يعني كنا الشر أو لا ولكن الـ DNA can affect حني حتى تصل الصورة بشكل عام says the body can replace it with a new one هنا الـ DNA can affect a gene and alter so that needed proteins or other materials may not be made at all فبالتالي نحن عندنا قد يكون بروتينات أيضا ما تنصنا إذا صارت تأثير بالـ DNA again let's say the cell may die the death of a single cell is not normally a problem since the body can replace it ما أفد مشكلة أنه دمرت الخلية لأنه ممكن الجسن برجاء يعوضها مثلا خلية عضلية مثلا خلية بالسكن هاي عادي ممكن أنه تموت ممكن غير يعوضها بينما on the other hand a cell may survive but in many cells فبالتالي نحن there are exceptions such as neurons which are not replaceable so their loss is serious the neurons the neurons الخلية العصبية ما ممكن نحن الخلية الجسم الجائي كونة مرتلق فمن تتدمر بسبب الإشعاء ما ممكن الشيء يرجع رجع but if the cells die the organism may not be able to recover on the other hand the cell may survive but be defective يعني ممكن انه يرجع يعني تعيش الخلية ولكن اشعح يسيبها الصيبية عيب خلقي ممكن نصيبها طفرة فستنقلب خلية سرطانية it may be go dividing and produce many more defective cells to the determent of the whole organism فيدينا انه يعني هاي الخلايا الضلت تترجع تنقسم الضلت تنقسم فتكوننا ممكن تكوننا اورام سرطانية those radiation can cause cancer the rapid and controlled production of the cell ممكن تقدينا تكوين الكنسر اللي هو the rapid and controlled production of the cell اللي هو التكوين الخلايا بصورة سريعة وغير طبيعية واضحة نوع عم فهذا هوني تقريبا هاي الفقرة كلها يعني قال عن انه discuss the biological effect of the radiation يعني هي بشكل عام يعني هي الشيء الأضرار اللي يصير ان الصيئة اللي هي على البروتينات انه تغيرنا تركيب البروتين فمنه تغيرنا تركيب البروتين يعني أو تدمر انه هو فما يتقي يعمل وظيفته اذا كان مثلا البروتينات اذا كان مثلا البروتينات واحد عادي انه ممكن نحن نعوضه الاقوى كثير بروتينات الخلية وممكن تصنعها ولكن اذا كانت large dose كلاش عالي فهيكون معدل معدل انه البروتينات تدمر اكثر مما تنتج فبذلك ممكن الخلية تموت وكذلك ممكن ان الرادياشن يأثرنا على الديناي فمن يأثرنا على الديناي سيأثرنا على عملية تكوين البروتينات او انه ممكن يكوننا خلاص اخرى فهذه هي الفكرة العامة لهذه كل هاي الفقرة اوكي The strength of source can be specified at a given time by stating the source activity or how many distinguishing a core per second الكوري يتمثل how many distinguishing per a core ممكن نحن نحسب قوة اشعاع معين او جسم اي الشع او شو ممكن نحسب قوة الاشعاع عن طريقه نحسب كم عملية تحلل بالثاني عطصية فhow many distinguishing a core per second The traditional unit is a curie is defined as one curie 3.7x10 distinguishing per second معنى ان الواحد يمثلنا 3.7x10 ايش تحلل للثانية الواحدة للنوى او لنوى المادة المشعة اوكي ويضا كذلك عندنا pick world اللي هي تمثل نواة distinguishing per second يعني هذا اللي هو كناشرة بزن زين ايضا نحن هنا عندنا delta n على delta t ساوينا لمدة n اللي هي تمثلنا الهالف لايف معادة الهالف لايف هالف لايف هي لن اثنين على t n هالف اللي هي هالف تايم انه هي اشقد الخلاء اشقد مثلا عندنا نظير معين او مادة معينة نظير معين كمية معين اشقد الوقت اللي يحتاج هذا النظير انه يتحلل الى نظير اخر نصف هذا النظير يتحلل الى نظير اخر فهذه مثلنا الهالف تايم الهالف تايم او الهالف لايف يجينا هذا السؤال متعلق ب القوانين اللي السابقة ساخدناها راديو اكتف دي تايم بايدا سيالس يعني اشقد نحن عندنا المقتالة الشعة المؤخوذة من قبل الخلايا اوكي 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 يعني احنا عدنا فد يعني يعني فد يعني أحسياً نحن المفروض عندنا بالخلايا تمتص هذه الأيونات المشعة طبيعة الخلايا تمتص من الوسط الحارجي لها فيقول أشقد هذا الخلايا ممتصت أيونات أشقد من كمية الأشعة ممتصتة هذه الخلايا فيقول what was the percentage of the original P was taken up by the cells أشقد نحن عندنا من ال P يعني نأخذ مقبع الخلايا يعني approach the half life of P is about 14 days so we can ignore any loss of activity over one hour ممكن نحن ما نأخذ البلاء بالhalf life يعني هو إش عقول فقيت السواب شكلها إنه نحن خلينا فسفور مع خلايا والخلايا ممتصت جزء من هذا الفسفور هذا الفسفور قيمة الأشعة عمالته 0.0 16 microcure بعدين نحن بعد ما غسلنا وخليناه لمدة الساعة بعد ما خلصت الساعة شلنا الفسفور وخلينا فقط الخلايا حسبنا كمية الأشعة عطت الله من الخلايا طلعت 720 counts per minute أش مانت 720 counts per minute مانت 720 تحلل من هذه الخلايا 720 طاقة تحلل من هذه الخلايا أي طلاع من عنده للدقيقة الواحدة فيقول أشقد نحن عدنا أشقد كمية الفسفور لداخل الخلايا فعنا ذهل الفلايف ونعمل الهلفلايف زيان any loss from the given activity we find how many beta rays are emitted we can compare 70% of this to 720 إلى 60 seconds يسعينا 12 per second detected نحن عدنا بالنسبة لي واحدة to the distribution أعطينا واحدة to the query واحدة to the query سعينا 3.7 to the query to the query يعني ما نعطي أنه هي second فأنا كنا نحن عطينا 720 counts per minute فنقسم على 60 يعني عن مدى الحولة إلى second فيطلع نحن عدنا 12 per second 12 تحلل نحن نحن بعد ما وصلنا الخلايا لاحظنا أن الخلايا تبعث 12 طاقة 12 تحلل بيئة ثانية الواحدة فنحن أشعر ممكن نحسب النسبة solution the total number of distinguishing per second originally was 0.016 10 و 6 اللي يعني أعطني بالmicro query في 3.7 10 نحن نحول كم تحلل صاعدنا يعني كم تحلل كان عايزيه بالفسفور اللي نحن خليناه مع الخلايا فيساوينا 590 واش يقول detector أشقد 70% efficient يعني كونت 70% of the beta الرئيز معناة نحن عدنا 590 نحن الجهاز فقط عيستقبل من عنده أشقد 70% the counter could be expected to count 70% only or 410 per second season count 720 هاسا هاي نحن 740 اللي ممكن نحن نستقبله من عينة الفسفور كله من عينة الفسفور كله اللي خليناها اوكي زين اللي استقبلناها من الخلايا كانت 12 إذا هون عندنا كانت 410 اللي الكمية الطاقة الاشعاعية من الفسفور كله بينما 12 من الخلايا اللي استقبلت الفسفور 12 فقط فحتى هذين انقسمون 12 على 410 يساوينا 0.29 or 2.9 was incorrupted into the cells فعدنا هي مدولة 2.9 فقط ان الشهاد دخل الى داخل الخلايا من الفسفور من المشيع دخل الى داخل الخلايا فواضح المسألة يعني نوعا ما تضوج يعني مزعج نوعا ما هاي المسألة ولكن انت حتى تفضوها حول واحدة الكوري مايكرو كوري الى ديستينجريشن بير سيكند الشوان انه هذي او الشي 0.016 في 10.06 اللي نحول على كوري من مايكرو كوري الى كوري بعدين نضربه في ثلاثة بوينت سبعة في عشرة حتى هالي حتى نحول من الكوري بحسن ما أخذنا من المعادلة ديستينجريشن بير سيكند نحن قد نقيا هو 720 نحول الى 1 coordinate نقاس 0.016 هنا احنا طبعا طلعنا بالبداية قيمة بعد ما حولنا من واحدة الكوري الى لكن طلعنا 590 وإما احنا قلنا انه الجهاز هو 70% فقط يستقبل فبالتالي 770 فما تشقد ممكن احنا يستقبل من هاي كمية الاشياء من الفسفور طلعنا 410 فهوني بعدين حتنعف انه اشقد الخلايا يعني اشقد استكتسبت الخلايا فسفور فقط نقصهم 12 على 410 يساوينا 2.9 احفظونا هالشكل يعني نعمة يعني احسن يعني واضح المسألة نعمة نعمة احنا انتقل عن الموضوع اللي بعدو اللي هو عندنا الرادياشن طبعا بس هاني كان الرادياشن يكن اشره انه 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 هوني طبعا there are two basic aspects radiation therapy the treatment of the disease mainly cancer which can discuss intersection or the diagnosis of disease يعني احنا استخدم الاشياء اما كثيرابي كعلاج او مكن احنا استخدمو In some cases In some cases a tiny radioactive source may be inserted directly inside the tumor مرات نحن حتى نعالج فد ورم ورم معين نحن قلنا بالعلاج الكيميائي نحن نقصد Directly inside the tumor نحن إذا نغيد نعالج مثلا ورم منطقة معينة نحاول أنه يكون الإشعاع نبعثه من داخل هذه المنطقة أو يكون الإشعاع كله نركزه بهذه المنطقة فأشعر من الطرق اللي نتركز الإشعاع بس بهذه المنطقة حتى يؤذيننا بس الخلايا السلاطانية بهذه المنطقة ما يؤذيننا باقي الجسم كله فعندنا In some cases a tiny radioactive source may be inserted directly inside the tumor مرات عدنا هذه يعني radioactive source مرات نظر إشعاعي ندخله إلى داخل التمور حتى يدمرنا الخلايا السلاطانية which will eventually kill the majority of the cells A similar technique is used to treat cancer of the thyroid with the radioactive isotope اليود اللي هو النظير ملات 131 ذا الثايرويد فنحن عندنا أيضا من طرق تدمير مثلا الخلايا السلاطانية بالغدة الدرقية أنه نحن نستخدم نظائر المشعة لليود نحن نعرف أنه اليود يعني أو الخليط الغدة الدرقية يتجمع بيها اليود نحن نناكل مثلا السمك أو مثلا نناكل ملح بين يود هذا اليود الأيونات اليود من أحيان يسحبه يعني من أحيان يمتصه جسمنا ستتركز وين تتركز وين الجسم يحتاج يحتاجه بالغدة الدرقية أوكي فتتجمع أيونات اليود أيونات اليود تتجمع ويصب تتجمع فيها الغدة الدرقية فممكن نحن نستغل أنه تجمع هذه أيونات اليود نعمل أشنه نخلي مش يعني في حات وجود سرطان فنحن نخلي ما نخلي يعني أيوط طبيعي اللي مثلا ناخذ بالسمك اللي هو ما مشع وإنما نخلي أيونات مشعة هاي نحن الجسمنا نستقبل هو دائما الجسم يعني يسحب جزيئات اليود يعني يجمعه في الغدة الدرقية فإذا كانت نخلي أيونات مشعة لليود ستتجمع بالغدة الدرقية في حات وجود سرطان يعني لعلاج لها ستشع هذا اليود في أدين إلى تدمير الخلايا السرطانية فلس يقول مرحل البيض الفيديو يتجمع الغدة الدرقية في قوة الغدة الدرقية في محتوى بالغدة الدرقية في طبع أيضا في كل مكان في حاتف البيض يمكن أن يكون مرحل البيض فهو يعني سهلة انه هو روضة درقية ستجمع عنا اليود الموجود بالدم واللي يمتصه من الجسم بأي منطقة بها وراء معين برودة درقية ستسحب وتجمع اليود بها راديوكياتية ستجمع اليود المشاع تشع وجود داخل داخل الوضة الدرقية بالقرب من الخلايا السرطانية فهنا ندلينا التدمير الخلايا السرطانية ايضا كناشا ايضا كناشا ايضا كناشا فاكتشاء راديوكياتي ممكن نحن نستخدم أو نطبق الأشعة في مجال التعقيم التعقيم الباندجز اللي هو الضمادات وكذلك المعدات الجراحية وكذلك بالباكس فود الطعام المعلب لأن هذا نحن على الرادياشن إذا نخلي يضح الدم من البكتيريا أو توقف عمل الفيروسات واضحة المسألة ممكن نستخدم نظاهر المشعة في الدراسات الطبية التعقيم المعقبات أو متتبعات مثل ما قلنا مثل مريض معين عنده خلل بالرودة الدرقية ممكن نحن نشغبه يود مشع يفوت مثلا إلى داخل جسمه إلى المعيد ثم إلى الأمع ثم يمتص الدم ثم يذهب إلى رودة الدرقية فخلال ما هو يعبه بهذا المسار ممكن نحن عندنا نصوره أي يبعث أشعة وهذه الأشعة ممكن نحن نصورها عن طريق أجهزة نخليها على جسم المريض الممكن نعتبره متعقبات مثل C14 أو H3 وممكن هو خلال ملاحظة التفاعلات التي تحدث نتيجة وجود هذا الآيزوتوب واضحا مسألة نحن نعلم الدكتورين كتبنا السؤال قال What is the reconstructed image based on Reconstructed image يعني الصورة المعاب التركيبة أو الصورة التي نحن نطلع في الحاسبة مثلا Based مثل هذه الصورة يعني Based on the density Reconstructed image based on the density of hydrogen atoms يعني هي يتمد على كثافة جزئات الهيدروجين أو ذرات الهيدروجين The intensity of absorbed or emitted radiation يعني معناته الشدة الشععى الممبعثة أو الممتصر حتى نفتهم نحن نفتهم هذه الفقرة لازم نعرف أن الجهاز الMRI أو الNMR أشنع يشتغل بشكل عام فهو بشكل عام مش نعي يشتغل نحن عندنا ندخل بسم داخل هذا الجهاز هذا الجهاز سيصوط لنا مجال مناطيسي كثافته تقريبا مثل ما قال دكتور 1 تسلا أو 2 تسلا إلى مثلا 3.5 تسلا يعني هذا المجال المناطيسي يؤثرنا على الأيونات الداخل أجسامنا هذه الأيونات الداخل أجسامنا تأثر المجال المناطيسي وترجع تصطف من هذه الأيونات هي أهم شيء هنا يعني أيونات الهيدروجين لأنها عندنا النسبة الأكبر داخل أجسامنا ومتواجدة بكل مكان فهي اللي نعتمد عليها حتى أنطيقا كون الصورة فهذه الجزيات الهيدروجين تصطف إما بشكل موازي للخطوط المجال المناطيسي أو بشكل معاكس حسب طبيعة حسب وين هي متواجدة وحسب الجزيات المترابطة معها فعموما بعدين هنبعث بولس يعني فد نبضة كهربائية من خيال جهاز الامر آي أنه نخلي هاي الجزيات بعد ما استطفت أنه نكسبها طاقة بإن تكتسب طاقة هاي الجزيات أو هاي الأيونات مثل الأيونات الهيدروجين ستكتسب طاقة ستغير مسارة تقريبا 180 درجة فمدي تغير مسارة لأن صار بها تهيش يعني ما هتظل بحالة التهيج ما لا هترجع مرتلخ على الحالة الطبيعية مع المجال المناطيسي مع استفاف المجال المناطيسي فمن على ترجع هتبعثنا طاقة هاي الطاقة نحن نستقبلها ونحن نكون من عندها صورة فأش يقول حتى نفتمن فقرة الساتة على كثافة الهيدروجين يعني على كثافة الهيدروجين لأنه قلنا نحن اللي نعتمد عليها بالقياس معنى كمية الهيدروجين معنى كمية الهيدروجين يعني شدة الإشاعة المنبعث أو المستلم حسنا؟ نحن لا نعتمد فقط على جزئات الهيدروجين من على التصطف نحن نعتمد على الطاقة اللي على التبعثة هي نحن نعتمد على أنه من بعثنا من كسبناها طاقة جزئات الهيدروجين ورجعت على الحالة الطبيعية اللي لها مالتها يعني ما نعتمد أنه كانت مستثار رجعت على الجروند ستاة الجروند ستاة الحالة الطبيعية اللي ما تمتلك طاقة زي دي إذن يعني أشقد المعدل رجوع مدرات الهيدروجين أشقد الطوّل مثلاً أو أشقد كمية الطاقة اللي عد تبعثها هاي كلها حددنا الصور اللي عد تنبعث أو الصور اللي عد نحن نكونها The nuclear decay back to the ground state And such images can produce resolution أحسيقول هاي الامجي نحن كوناها من عترجع الدرات الهيدروجين الحالة الطبيعية وعتبعثنا الطاقة نحن نستقبلها Rate of decay هاي هاي هاتكونا resolution معنا تدقى بي الصورة حوالي 1 ملي متر Or better 1 ملي متر معنا تاحت تقيش يعني ممكن نحن نوشع جزيئات أو أسام بحجم 1 ملي متر Or better This nmr technique sometimes called spin eco hacks ns console knock ns환 because eco معنا تصدا والSPIN معنا هي الدوران نحن قلنا جزيئات الهيدروجين هيعددور خيال مجال منال المناطيسي من عنصر خيال دوارانه من بعد تنطاقها كذلك عتبعث النطاقة فهي spin eco وكأنما من اتفر عتبعث النطاقة وحتوى تطاقها نصدها toolkit produces image of great diagnostic value يعني احتولدنا صور مع قدرة تشخيصية عالية بوث معنى انه يعني تخطط الجسم مناطق الجسم انخططه هو انه ممكن نستخدمه حتى نعرف يعني انقيس من الميتابوليك بروسسس او ندرسه فهذا جواب السؤال ننتقل السؤال اللي بعده هذا ايضا هو سؤال مهم Why NMR imaging is considered to be non-invasive يعني ممكن انه نعتبر ال NMR ما حتأذي جسمنا ليش ما تأذي جسمنا فالجواب اش يقول يقول We can calculate the energy of the photons involved ممكن نحن نقيس الطاقة الفوتونات اللي تشارك بعملية NMR أو أوكي الفوتونات As we mentioned above in 1 Tesla magnetic field انه نحن نصلط مجال مقداره 1 Tesla الاشغل قوة مقدار هذا المجال المناطيسي سيكون مقدار كلش قليل فبالتالي ما هيأثرنا على الجسم فاش يقول والفريقونسي 42.85 ميجاهرت ازها الفريقونسي نحن نبعث بها الموجات For hydrogen atom This corresponds to energy of HF يساوي نه 6.63 في 10.85 ميجاهرت 30 جول في سكند فيحولنا الفريقونسي هذا نحوله الى طاقة اشغل طاقة الفوتونات فطلعنا 3 في 10.85 29 جول نحوله على إلكترون فولت سيطلعنا حوالي 9 10.85 7 إلكترون فولت معناته انه كل هاي الكلام معنا مودي يصل انه الطاقة اللي عا يسلطها او الطاقة اللي عا تنتقل الى الجسم من جهاز الانام ها تساوي انه 10.72 قصا 7 إلكترون فولت اوكي باش يقول بما انه نحن جزيئات السامنة او جزيئات بشكل عام يعني تحتاج الى اقل شيء في الطاقة 1 إلكترون فولت حتى تكسر الواصر مالتا يعني حتى نحن السامنة ما هيتأثر يعني الجزيئات بداخل السامنة ما هيتأثر بطاقة 10.72 قصا 7 إلكترون فولت لان ما كافي انه تكسر الواصر فبالتالي الجسم من ناحية ضلثة يعني ما هيتأثر ما هيتسيبينه تفاعلات ايناها زي ريدييشن مثلا موجود من قاما و اكس راي بالقاما و اكس راي الطاقة كلش عالية فادينا الى تأيون الجزيئات فمثا تأيون الجزيئات تأثر على أجسامنا مثل ما قلنا فعموما واحد إلكترون فولت إنه أكلم بأن الفوتونات الموجودة اللي نحن نبعثه أو الفوتونات الموجودة اللي نبعثه كان كوز لتصير ديسروبشن يعني شوية هات تأثيره كلش ضئيل هذا يجب أن نقارنه بإكس أو غاما رايز يعني نازم نقارنه بإكس والغاما رايز اللي يشنه هز انر جي ار 10 أس 4 أو 10 أس 6 إلكترون فولت يعني كلش طاقة عالية نحن قلنا إذا واحد إلي كترون فولت يعني ممكن تكسر الأواصل فإذا سلطنا مثلا 10 أس 4 أو 10 أس 6 فأكيد ستأثر على جزيئات داخل السامنة فبالتالي ستعملنا تأيون داخل السامنة وبالتالي نتأذينه And those can cause significant damage هذا كان ممكن تأذيننا إلى ضرر ملحوظ The static magnetic fields Though often large 0.1 و 1 تسلا are believed to be harmless وبالتالي أنه الموج يعني داخل القطعة الإلكترونية القطعة الإلكترونية أكيد بها معدن فبالتالي مندي تأثر خليها مجال مناطسي سياح تتأثر هذه القطعة المعدنية فبالتالي يمكن أن تأذيننا القلب تأثر على عمله فممكن تأذيننا القلب هذه فقط الأشخاص اللي عندهم القلب عندهم جهاز ينظم نابضات فواضحة المسألة ننتقل بعد السامري السامري هون احنا كنا أشهر أعتقد فقط على نيوكليار رياكشن اللي هو يعني هو يمنشع من أنه تصادم نواتين وبالتالي حيتكون ناثنين نواتين أو أكثر من عملية التصادم هذه وقد يدين إلى تولد نشاط إشعاعي من هذا العملية وقد يدين إلى تولد نشاط إشعاعي من هذا العملية التحول من واحدة يتحول من المادة إلى المادة The reaction energy or Q value of a reaction is فهوين احنا أعطانا هاي المعادلتين اللي يخصون الترانزموتين اللي يخصون لQ value أو يسموه reaction energy يعني طاقة التفاعل فواضحة بعد أنه هنا هون يبديد الكلام يعني أشهرنا من هون Radiation can cause damage to materials نعوفناها I'm including biological material Quantifying amounts of radiation is the subjected of the dosmetry Dosmetry معنى قياس شدة الإشعاع أو قياس الدوز يعني هي من جاي dosmetry dos يعني جرعة ومتر هي قياس فجرعة يعني قياس الجرعات The query and the pick world are units that measure the source activity or rate of decay of the sample معتوني أحيقيس أنه بالنسبة لي واحدتين الكوري والباك ويرل الباك ويرل هي واحدة SI unit والكوري هي واحدة يعني العالمة كوري كأوجدتها هذا يحقيسونا مقدار قوة الإشعاع من مصدر معين بشكل عام يعني pick world phony is the measurement واحد كوري يعني واحد كوري يساوينا ثلاثة بوينت سبعة في عشرة أو اس عشرة distinguishing per second معنى تتحلل لكل ثانية معنى واحد كوري إذا كان عندنا فد سامبل معين ما اليورانيوم وعرفنا مثلا واحد كوري يمثلنا واحد كوري يمثلنا معنى تكون ثلاثة بوينت سبعة في عشرة نواة عتتحلل لكل ثانية اوكي فهذه واضحة زين بعدين whereas one pick world يساوينا واحد distinguishing per second اما عندنا one pick world فهي واحد distinguishing per second هذا ممكن يفيد من التحويل بين الكوري وال pick world the absorb dose هانوك اش كان نحنا عندنا the source activity بشكل عام اما نحنا عندنا the absorb dose الجرعة الممتصة من قبل نسيج معين او من قبل مثلا الجسم ايش نقول often specified in rods نحنا نقيسه بواحدة الرات هنوك من كان بشكل عام الاشعع احنا نقيسه بالكوري والbackwear بينما الشععة الممتصة فهنقيسه بواحدة الرات ci Higher قيمة الممتصة 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 بوك يجب ان تعتمد على كتلة الجسم 1-رات is the amount of radiation that deposits at rate of بعدين يقول الone-رات اش يساوي One-رات is the amount of radiation المخضر الإشعاع ذات Deposit energy at the rate of 10.2 جول على كيلوغرام فهي أشغط كمية الطاقة التمتص لوحدة الكتلة فهذا هو الراد This unit of absorbed dose is a gray أيضاً نحن عندنا واحدة الراد وعندنا واحدة الراد الراد يساوينا 1 جول على كيلوغرام ويساوينا 100 راد نحن هنا كنا نأخذ أنه الراد يساوينا 10.2 جول على كيلوغرام فإما أنه واحد جول على كيلوغرام فالشيء أكيد أنه الواحد جرياح يساوينا 100 راد واضحة هسا هنا هذه كانت the absorbed dose نقلس إما بواحدة الراد أو بواحدة جرياح هسا عندنا the effective dose الجرعة المؤثرة is often specified by the rim الرام يساويناه راد في quality factor الرام هو الواحدة اللي يلقيس بها the effective dose بينما عندنا الراد عوفناها أنه هي the absorbed dose the quality factor the quality factor هو يعني عامل نوعية الإشعاع أوكي يعني أشنو نوعية الإشعاع اللي أيأثر علينا حتى نعوف في the quality factor يعني خلاته نهوني the quality factor of x ray the x ray وال gamma ray يساوينا واحد نحاول نحفظها لأن أكو أمس سائل ما حتى الحال إذا ما نعوف the quality factor أشقد بعدها بالنسبة لل x ray وال gamma ray أو يعني beta beta decay وكذلك the fossil protons كلها تسايمين the quality factor واحد the slow neutrons 3 the fossil neutrons 10 والألفة particles and heavy ions حوالي عشرين the quality factor ما لا تم عشرين أوكي فهذه the quality factor راح يعتمد إنا على على نوع الإشعاع زين one rim of any type of radiation does approximately the same amount of biological damage the average does receive per person per year in the United States is about 0.30 rim يعني نحن عدنا ال average person أشقد ممكن أن يتستقبل إشعاع بشكل عام يعني خلال السنة كاملة هي حوالي 0.30 rim the SI unit for effective dose is the severed one severed يساوي إنا 10 و 62 rim أيضا هي نحن عدنا إما أنه كان عدنا قبل شوية الراد والغري الغري هي بال SI unit أيضا أنه نحن عدنا الريم وكذلك نحن عدنا السيفرت السيفرت هو بال SI unit السيفرت أيضا يساوي إنا أيضا نحن عدنا المثال السيفرت يساوي إنا Gray في Quality Factor مثل ما نحن عدنا الريم يساوي إنا راد في Quality Factor nuclear radiation is used in medicine as a therapy for imaging of biological process as well as several types of tomography imaging of the human body عدنا PET و SPET وأخذنا الفرق بين آتم and MRI the latter makes use of nuclear magnetic resonance وكذلك أخذنا من جهاز NMR والMRI أو اللي هي magnetic resonance imaging أو NMR يمثلنا nuclear magnetic resonance فوضح هذا السمعينا معنا زي نتقد يجينا السؤال 18 Why do gamma particles penetrate matter more easily than beta particles do يعني ليش نحن عدنا gamma particles لح تخترق الأجسام أكثر من beta particles واضحة gamma particles penetrate better than beta particles because they are neutral and have no mass عدنا القامة الرأي هي القامة الرأي هالشكل ممكن نحن نكتبه هي الكتلة مالة يعني صفر والشحنة إضاء مالة نحن عدنا هي صفر فاثني عدنا صفر فبالتالي أشن and have no mass يعني neutral يعني ما هتتأثر بي الأيونات و no mass ما هتتأثر يعني ما هتأثر بالكتلة كثير Those gamma particles do not interact with matter as easily or as often as beta particles فالبهاتة هي ما هتتأثر بالمادة اللي هتخترقها ما مثل beta particles ممكن تتفعل معها فبالتالي هي ممكن تخترق يعني أعمق allowing them to better penetrate matter فكلش واضحة ننتقل على بعد السؤال 23 يقول People who work around metals that emit alpha particles are trained that there is a little danger from approximately or even touching the material وكي يعني أنه العمال اللي يشتغلون مناطق قريبة من الإشعاع فيقول أنه دائما يحذرهم من أنه أكو ضرر من أنه تجون تتقاربون من مصدر الإشعاع أو أنه مثلا تلمسونه but they must take extreme precautions against ingesting it يعني لازم يأخذون precautions يعني فد تحذيرات معينة hence there are strong rules against eating and drinking while working and against matching the metal why ليس لازم ما يأكلون ولا يشعبون من قريبة من مصادر الإشعاع وكذلك ما يسي يشعلون matching the metal وما يسي أيضا كذلك يشعلون المصادر الإشعاعية أو المخلفات الإشعاعية ليش فهنا جواب alpha particles cannot betray a person's skin so they don't do no biological event a person works with or touches an alpha emitter فإذا إياه يقول أن الألفا particles نحن نعرف أنه هي ما تخترق الجسم هي بألفا particles جزئات كبيرة فبالتالي ما تخترق الجسم فبالتالي هي ما تأذينا ما تأذي يعني أحضر على الإسكن فمن نضيع الإسكن ما تتخيلها الداخل ما تأذينا بإمكاننا بإمكاننا بيولوجيكال دامج ما تأذي الشخص لأن نحن عندنا هم شيء الاسكن ما كثير تأثر بينما العضاء الداخلية يتأثر بألفا particles فبعنه هي أصلا ما تصل العضاء الداخلية عضل على الاسكن فما يصي تأثير But even if dust size based on the alpha emitter are ingested فإذا كان أصلا يعني نحن عندنا نحسي به ingested They can do large amount of ionizing damage directly to the exposed cells in your body يعني عندنا من يكون بها من تبتلع هذه الألفة بارتكال سأتدخيلها داخل السامنة فمن تدخيلها داخل السامنة سأتشعر داخل السامنة وتأذي أجسامنة من الداخل So do large amount of ionizing damage directly to the exposed cells in your body Those strict rules for employees that prohibit any eating and drinking while working Around alpha emitter has an extremely wise precaution فبالتالي القواعد الصاري مع أن العمان ما يشعبون من المناطق القريبة من الألفا particles فهذا هو wise precaution يعني منعته التدابير حكيما أيضا ممنوع أنه يحرقون الأجسام اللي تحتوي على ألفا particles emitters لأنه يديني إلى تكون dust أحيي كونت غبار هذا غبار الحرق يعني فهذا الغبار قد يحتوي على ألفا particles emitters ممكن أنه تستنشخ فمن تستنشخ أيضا كذلك تدخيلها داخل الجسم وكذلك تأذينا الجسم فواضحة ننتقل على السؤال بعد why is the recommended maximum radiation dust higher for women beyond the child bearing age than for younger women يقول ليش نحن مثلا لا سامح الله فالمره معينة صابية السلطان هاي المرة مثلا كان بعمر 30 سنة نلاحظوا انه الماكسيمم الجرع يعني اعلى جرعين طوها شلال الجسل الواحدة تكون محددة بجرعات معينة هاي الجرعات هتكون اقل لو نفس المرة انصابت بعمر خمسين بعمر خمسين هتزيدولت جرعاته بشكل اكثر يعني ماكو فتح حد كلش كبير بالنسبة للجرعات فليش هذا يعني ليش خلال يعني هاي يعني اعتمد العمر على يعني بالنسبة للمرأة ليش اعتمد العمر على جرعة الاشعاع او اقصى اشعاع ممكن نحن انصوطوا لها فدورين اومن تشايلد بيرين يورز معناتها خلال فترة تشايلد بيرين معناتها فترة الحمل للمرأة وفترة ممكن ان المرأة تحمل بها يعني من مثلا اطناع سنة الى مثلا خمسة واربعين سنة هاي الفترة ما سي نسلط اشعاع كبير ليش and earlier it's possible for radiation damage occurred to reproductive organs in such way as to pass on the possible genetic defects لان هذا الاشعاع قد يأثرنا على protective system يعني الجهاز التكاثري للمرأة فقد اشيء عمل يؤدينا الى مثلا genetic defects معناتها قد يأثرنا الى mutations او طفرات تحدث في البيوض فهذه ايضا ستولدنا الى تولد اطفال مشوهين فاشقوا genetic defects to hertilidrine the risk of this type damage is greatly than the risk of damage to just the women اذا لما هذا فبالتالي ستأدينا الى تولد يعني ضرر كبير انه سيتضرر بها الحالة المرأة والطفل اثنين ما سيحضرون بها رادييشن بينما عندنا اذا just a woman اذا فقط امرأة مثلا عباطة 50 سنة بس هي مرأة يعني مرأة ما هتأثر يعني فقط التأثير سيكون عليها those ones the childbearing years are over the acceptable dose goes up يعني الجرع المسموح بها او المقبول بها احترتفع فواضحا المسألة نزل ننتقل ايضا عدنا بالنسبة لسؤال 25 Radiation is sometimes used to sterilize medical supplies and even food explain how it works مرات نحن عدنا الشيعة وممكن نحن نستخدمها عنه sterilize معناتا نعقم medical supplies and even food او حتى الاطعم ممكن نحن نعقم على طريق الاشعاء explain how it works فعند radiation can kill or deactivate bacteria and viruses ممكن ان الاشعاء يؤدينا الى قتل او الغاء تفعيل bacteria and viruses on medical supplies and even food those the radiation will sterilize these things فبالتالي هذي الى هذه الى 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 تحقيم هذه المواد making them safer for humans to use فبالتالي ممكن ان يكونون سيفر اأمن انه يستخدمه من الانسان عدنا السؤال 26 كذلك what is the difference between absorbed dose and effective dose what are the SI unit for each عدنا الabsorbed dose قلنا اشنا الabsorbed dose والابزورب dose معناتا الكمية الاشعاع المنتصة اوكي بينما ال effective dose كمية الاشعاع المؤثرة فعندنا الabsorbed dose is the amount of radiation energy deposit per mass معناتا كمية الاشعاع المنتصة لوحدة الكتلة the SI unit is the gray 1 gray يساوينا 1 جول على كيلوغرام اما عدنا ال effective dose is the amount of biological damage that will occur to the energy deposit per mass اما عدنا الجرعى المؤثرة فهي كمية الضرر البيولوجي او يعني الضرر المؤثر على جسم الانسان مثلا that will occur due to the energy deposit per mass معناتا اللي حيحدث نتيجة الطاقة المنتصة منكبل الجسم لوحدة الكتلة this I unit is the SAVERT the effective dose is related to the absorbed dose by the quality factor مع تجرعة الجرعى المؤثرة يبطصة بالجرعة المنتصة بالquality factor اللي عفنا the effective dose is in absorbed dose by quality factor اوكي هو واضح المسألة زين ننتقل ايضا لسؤال 27 how made radioactive tracers can be used to find a leak in the pipe اشعر ممكن احنا نستخدم radioactive tracers المتعقبات الاشياء يعني متعقبات ال radioactive اللي هي قلنا اشنو هي عبارة مواد مشعة يعني احنا نستخدمها كمتعقبات يعني مثلا حيث بها مسار معين to be used to find a leak in a pipe اشعر ممكن احنا نستخدم معنى متحدة نجد leak in pipe leak معنى تفد تسرب في pipe في انبوب معين اوكي put a radioactive tracer in the leak with that flows through the pipe فنحنا نخلي المصدر المشع او جزئات المشعة نخليها داخل السائل الموجود في ال pipe في انبوب choose a tracer that emits particles that cannot betray the walls of the pipe ونختار يعني مواد مشعة هتكون عدنا مصدر الاشعى ما يتماع يخترق جدران انبوب follow the pipe with a ginger counter until the tracer is detected اذا the ginger counter يعني احنا نظل مع الامبوب يعني نجي يعني اعدنا ginger counter اللي هو بد مقياس الاشعى هنقربه من ال pipe على طول ال pipe نحن نمشي is detected on the outside of the pipe اذا follow the pipe with a ginger counter until the tracer is detected on the outside of the pipe this is where the leak is located فاذا نحن قلنا اصلا نخلي هاي يعني متشكل عام جواب السؤال يعني نخلي مصدر اشعاعي هذا المصدر اشعاعي ما يخترقنا جدران انبوب فنحن بعدين ما يخترق جدران انبوب بس من مناطق فما سيطلع الاشعاع بس من منطقة اللي بيها اللي بيها تسرب اللي بيها مثلا انبوب مكسوب منطقة معينة ممكن احنا نكتشف مكان كسر عن طريق انه ججر كاونتر مقياس الاشعاع يعني نمشينا على طول انبوب الى اما يعني نكشف عن اشعاع فاذيك المنطقة سيكون باعتبار بها الليك اوكي زين عدنا solution to problems هون عدنا الاسئلة لا سينا وعما سهلية احتمد اكثر شيء على quality factor اللي هو هذا يعني اكثر شيء احتمد هوني يعني حاول نحفظه زين واني اش يقول بالنسبة لي ال problem سواء 30 بما ان احنا عطاناش عطانا القامة رايز اشقد نحنا عدنا بالجدول عدنا هي واحد فبالتالي معناه سيفر تح يساوينا الجري فح يساوينا ذوس اربعة سيفر يساوينا اربعة جري واضح المسألة زين ننتقل ننتقل اللي بعده 50 rods of alpha particles radiation is equivalent to how many rods of x-ray in terms of biological damage يقول نحنا عدنا اربعة اربعة خمسين راد of alpha particles اشخد احي كافئنا كم راد احي كافئنا بالنسبة لي ال x-ray حتي يكون لهم نفس التأثير على الجسم فبالتالي اظهن نفسها من اعتود على quality factor because the quality factor of alpha particles is ten twenty and the quality factor of x-ray is one it takes twenty times as many rods of x-ray to cause the same biological damage as compared to alpha particles that was the 50 rods of alpha particles equivalent 50 في 20 ويساوينا 1000 rods of x-ray بما انه نحنا عدنا quality factor ما alpha particles 20 وعندنا quality factor ما x-ray يساوينا واحد فبالتالي انه نحنا عدنا يعني عدنا حتي يكون نفس التأثير نفس التأثير على الجسم على الجسم لازم يكون نحنا عدنا x-ray الabsorbed dose mal او الجرع المتصة حتى تتأثرا نفس التأثير لازم يكون عشين ضاعف الفا بارتكس فمما انه عطانا هي خمسين للالفا بارتكس ففقد نضربها في 20 حيطلعنا ألف راد للx-rays واضحا مسألة زياد البيولوجيكل سنتقل على سوات تساوة ثلاثين how many rods of slow neutrons will do as much biological damage as 45 rods of fast neutrons نحن نعرف أيضا fast neutrons سيقوم لنا 10 quality factor ما لما slow neutrons ثلاثة فيقول أشقد slow neutrons أشقد كم slow neutrons سيأثرا أو أشقد كم راد للslow neutrons حتى يولدنا نفس تأثير 75 rods of fast protons فأيضا كذلك يعني التطبيق أيضا مباشر أو فهم مباشر وفعدنا هوني 75 fast نحن عندنا أشنوه الدعم الأمور لا أنتم واحدة الرئمية لسلون العضية المشغرات و السلون النورو المشغرات مساوي بالتالي رعد ولكولفه ماهلا Gel أو 3 كان 들어가 الكولفه 1 و كم راد للسلو نيورونز ما في الكواتفاكتر السلو نيورونز فهذه يطبقون بشكل مباشر 45 في 10 بالنسبة للفاصل نيورونز على الكواتفاكتر ماله وهذا عدنا الراد سلو نيورونز اللي نحن نغيده في الدول الكواتفاكتر ماله فهي تطبيقه مباشر سيطلع لنا 250 راد سلو نيورونز فهذا أيضا كذلك المسألة يعني فقدنا نتعمل على الكواتفاكتر ماله أوكي أيضا كذلك عدنا أيضا سؤال كله سأل A gray is 1 J أو نقرأ السؤال بالبداية How much energy is deposited in the body of 65kg adult exposed to 2 gradios أدخل لأحيا كمية الطاقة المنتصة من قبل الجسم قلنا كمية الطاقة أحتقاس كمية الطاقة يكون عندنا بالجول وعطانا هي بالإجري أطانا هي بالإجري ونحن نغيده بالجول كمية الطاقة أوكي ما أقول كمية الإشعاع المنتصة أنا ما أقول كمية الطاقة المنتصة فإننا نعف أنه 1 J يساوينا 1 J على كيلوغرام ما تمام؟ فأطبق أنه هنا يمع أنه فإذا الجول مع هذا الطاقة المنتصة يساوينا بما أنه هنا قسمة فأحصي أدنها أن يضرب فهوني أشخد أن أعطانا أعطانا أحصي عندنا الجول باعتبار الغري في الكيلوغرام مثلا أوكي فإذا هوني نلاحظ إنه واحد أعطانا الغري أعطانا هو يغيد الجول وأعطانا الغري أعطانا الثنين غري بالسؤال يقول إكسبوز تو ثنين غري دوز فعدنا ثنين وأشخد أعطانا الكتلة أعطانا كتلة خمسة وستين فنضرب ثنين في خمسة وستين ويساوي نمية وثلاثين جول فواضحة كل الشي يعني ما ينغادل أي شي زي ننتقل على البعدة وكلها يلقى يعني الأسئلة اللي ضلت هوني كلها تطبيق مباشر يعني أخير الشي عندنا سؤال خمسين تقلقى الوافلينث من الغريبات التي تحتاج إلى تصميم NMR تتخلقات من الغريبات من الغريبات من الغريبات في أي مكان ما يريد فهنا عقيد نحن عندنا الوافلينث طبعا نحن عوفنا نحن أخذيها قبل أنه أخذنا قبل شوية أنه المري نستخدم تردد 42.58 ميجا هرتز فهنا نحن نطبق تطبيق مباشر قانون C و ساوين F لمدة نطلع بشكل مباشر تردد هو نحن نطبقه هذا التردد نطبقه وعندنا سرعة الضوء باعتبار ثلاثة 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 الموجة يقضع سبعة متر هذا يقضع في سبكترم طول الموجة هذا يقضع ضمن تردد راديوي لسبكترم ثلاثة نحن نحن نكمل الأسئلة والأمثلة للنصف ثانين للمنزمة الأولى الباقي للمسائل موجودة هي بالفيديو الأول اللي والوحد نزلتونه بعض المسائل كان حذفت فلا تضيعون وقت كان بها حالة المسائل حذفت الموجودة بالفيديو إذا اضطمشتوا ثلاثة ثلاثة نكمل الفيزياء معاكم انتبهوا على الرسم ممكن الرسم من يجي انتبهوا على الأمثلة أكثر أمثلة أيضا مهمة الرسم قد يكون مثلا رسم العين قد يكون الرسم موجود ضمن المثال فأيضا انتبهوا عليه يعني بشكل عام إن شاء الله الدكتور هاشم قال أسيلا سهلي إن شاء الله هم ساعدكم فنتأمل خير إن شاء الله بالتالي كمت معكم الفيزياء هذا بالتوفيق لكم إن شاء الله إن شاء الله على درجات بالفيزياء ترجمة نانسي قنقر